المشهد السياسي الدكتور عبد الحميق قال ما قدمت استجواب أنا على أساس أن أقوم بسحبة هدد بعض الوزراء الذين قال هو بأنهم يقومون بالاتصال على بعض النواب للمحاولة للتأثير على الاستجواب وتأثير على آراءهم هذا من جهة من جهات أخرى يعني رأي زال قضية البدير الاستراتيجي هناك حديث حوله وهناك تأني من قبل بعض النواب خاصة في لجنة تنمية الموارد البشرية في إقراره أو تأني في إقراره حتى لا يخرج مشوهن أو يمس بحقوق العاملين محاول كثيرة سأناقشها على شقي هذه الحلقة وراح بالجزء الأول في عضو مجلس الأمة أن أب في صلد وسان حقيقة الله محمد وقلك الحمد لله على السلامة سلامات ما تشوف شر الله يسلم بك بداية خلنا نبدأ من الاستجواب ويمكن هذا الاستجواب يعني البعض أعطى إيحاءات وحد قال أجندات الدكتور عبد الحميد ديشتي البعض قال أجندات خارجية صراحة البعض تنشد أن يسحب هذا الاستجواب في صلد وسان رأيك بهذا الاستجواب أولا نفتخر بدستور دولة الكويت وبالديمقراطية الكويتية التي جعلت أي عضو من أعضاء مجلس الأمة يقرر وقت ما يريد وكيفما يريد والمواضيع التي يريد أن يناقشها ضمن استجواب ضمن حدود دستورية وضحتها المحكمة الدستورية في أحكام وقرارات عدة فبالتالي مسألة تخوين أحد أعضاء مجلس الأمة لأنه قدم استجوابا يخص السياسة الخارجية أو بعضا من السياسة الداخلية هذا أمر لا يستحق الوقوف عنده كثيرا لأن سياسة التخوين تعودنا عليها لا شك أن من حقه أن يقدم استجوابا وقت ما يريد لكن هو لم يستشير أحدا في الاستجواب أستشاركم؟ لم يستشير أحدا وكان مفاجئا للقريبين منه وحتى للبعيدين عنه فبالتالي من لا ينسق عليه ألا يتفاجع عندما تصدر النتائج مسألة مناقشة هذا الاستجواب الحكومة من حقها أن تقرر كيف تواجه هذا الاستجواب هل تريده في جلسة علنية؟ هل يريد الوزير المستجوب أن يؤجل لأسبوعين؟ الأمر متروك للحكومة لكن أنا أيضا أطالب النواب أن لا يكونوا ملكيين أكثر من الملك بمعنى أن الوزير محمد العبدالله يعني تحدث عن الاستجواب بأريحية وبكلام جميل وبعض النواب كانوا كالمطرقة على هذا الاستجواب فكان الأولى منهم وهم زملاء هذا النائب أن يكونوا بطريقة محمد العبدالله الشيخ محمد العبدالله بتناوله بهذا الاستجواب وأن ينتظروا حتى يسمعوا الاستجواب مثل ما تفضلت وحق كفلها الدستور ولكن يعني خلنا بنظرة شوي أضيق البعض يقول اليوم بأن الاستجواب ولما قدم بهذا الشكل هو الاستجواب للوزير فعلا ولكن البعض ربطها أن فيها قد يكون احراج لنواب الشيائي بمعنى آخر أنتوا الآن ستكونوا في موقف محرج إذا ما أيتوا هذا الاستجواب فأمام الناس أنتم محرجين وإذا أيتوا هذا الاستجواب أنتم أمام الحكومة ستكونوا محرجين عدد من نواب الشيعة قدموا استجوابات ولم يجدوا من النواب الشيعة من يقف مع هذا الشيعة بس هذا اللي يتعلق بالحرب عصفة الحزب على الجميع أن يفهم أن النواب الشيعة هم من ضمن النسيج الوطني الاجتماعي الكويتي لهم أفكارهم الخاصة بهم بمعنى ليش أنت النائب الشيعي أو النواب الشيعة تصنفهم ككتلة واحدة هذا مصحيح أو ضمن تفكير واحد هذا مصحيح الاختلافات موجودة ومنذ نشأة العمل بالدستور وتكوين البرلمان النواب الشيعة كانوا مختلفون كانوا مختلفون بعض النواب الشيعة الذين كانوا في التكتل الشعبي في يوم الأيام كانوا ضد نواب الشيعة قدموا استجوابات وأيضا بعض النواب الشيعة كانوا ضد نواب من التكتل الشعبي قدموا استجوابات لا يصح أن تربط النواب الشيعة بموقف واحد ربما البعض يقف مع هذا الاستجواب وربما البعض يقف ضد هذا الاستجواب وربما البعض يذهب بعيدا ضد حتى إحالة هذا الاستجواب إلى تشريحية أو إلى تصرف بس كون الاستجواب محمد يتضمن محور حول عاصفة الحزم وهذا القرار البعض يرى أنه قرار ليس إلا يتعلق بوزير الخارجي ولكن هذا قرار سيادة يمتلك حضرة صاحب سوما أمري البلاد فبالتالي أن يقدم هذا المحور كيف تفسره؟ نحن نسمع دفع الحكومة بهذا الشأن يعني لا أستطيع أن أكون رأي حتى نسمع من الحكومة يعني دائما الحكومة لديها الجهاز الكبير من الاستشاريين والقانونيين نريد أن نسمع الدفع الذي تتقدم بالحكومة إما أن نقتنع وإما أن لا نقتنع فإذا كان لدى الحكومة من الحجج القوية والتي تضحض كل حجة سنقف معها وإذا لم يكن لدى الحكومة حجج قائمة وقوية وغير منطقية فبتالي لن نقف معها لن تجدون حرج في الوقف ضد هذا السجل؟ لا لا أنا أتكلم عن نفسي لا أجد حرجا في أي شيء وأيضا حتى النائب عبد الحميد دشتي لم يجد حرجا في نفسه ضد الاستجواب الذي قدمته لوزيرة الداخلية السابق شيخ أحمد الحمود لم يجد حرجا ووقف مع الوزير الحمود فبالتهل مذ متى كنا نقف في خندق واحد تجاه بعض القضايا رد للدين اليوم؟ نعم رد للدين اليوم؟ ربما أقف مع استجوابه وربما لا أقف مع استجوابه كلما قدر واستطاع أن يقنعني بصحتي هذا الاستجواب ووقفت معه وكلما أقنعتني الحكومة بعدم صحة هذا الاستجواب سوف أقف مع الحكومة سيناريوات عديدة اليوم حول الاستجواب البعض قد يقول أنه قد يذهب إلى اللجنة التشريعية البعض يقول قد تكون هناك مثل ما حدث في سوابق في هذا المجلس أن يتم شطب مثلا بعض المحاور وقد يكون هذا المحور ربما يعني هذا السيناريو ممكن تصوتوا الموافقة؟ هذا السيناريو الأقرب الأقرب أن يتم شطب بعض الجوانب التي تتعلق بالسياسة الخارجية تقبل شطبة؟ بالطبع إذا أنهضت الحكومة من الحجج ما يقنعني من الناحية القانونية أقف مع ذلك وتتحمل تبعاتها أبو محمد أمام الناس؟ أتحمل تبعاتها طبعا أنا لو ما أستطيع تحمل الكثير من المواقف أقعد ببيتنا ما رشح نفسي للانتخابات وأكون عضو مجلس الأمة على عضو مجلس الأمة أن يكون على قدر المسئولية التي آمن الناس بأنه سوف يتحملها وعندما أتحمل مسئولية أتحمل مسئولية عن قناعة فبالتالي أنا أدافع عن رأيي الذي اتخذته عن قناعة وهل رأيت من فيصل دويسان إلا الدفاع عن مواقفه التي اقتنع بها وآمن بها ودافع عنها حتى وأنه كان وحيدا في كثير من المواقف ما حاولت يكون في نوع من الاجتماع أو نوع من التواصل عقب تقديم الاستجواب إلا محاولة الثاني أو التشاور عادة عادة نائب صاحب الاستجواب قبيل الاستجواب يقدم لقاء تشاوري حول هذا الموضوع أنت سويتها في استجواب في وزارة داخلية لا ما سويتها لأنه عندما حاولت إطلاق بالون اختبار صغير وجدت أن الجميع منقسم يعني ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين واحد يقول والله معاك حق بس انتظر شوي فكان الجميع منقسم يعني أنا لمس الأراء عن كثب وبعد ذلك قدمت أبو محمد آخر اللقاء كان لك معاي هناك كان في المجلس المبطل الثاني وكان أعتقد النائب ذلك كان معاك النائب في المجلس المبطل الله يذكره بالخير الله يذكره بالخير وجهه لتهيئي في ذاك الوقت وقفت ودعيت وقلت إلهي ينحل هذا المجلس الآن بسألك المجلس هذا يبدو أن أنت إذن صرحة تقول هذا المجلس فيه من مؤشرات القوة وإشرت إلى بعض الشواهد وترى أن هذا المجلس قوي شو الفرق بين المجلسين ولماذا تمنيت حل المبطل الثاني ولا تتمنى حل هذا شوف مجلس لا يمكن عضو مجلس الأمة من المسائلة وهو سيف مصلت على رقاب الوزراء ويفرض احترام السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية يعني لا ينبغي احترامه ولكن مجلس يمكن النائب من تفعيل أدواته الدستورية ومن ثم يقرر هذا ما طلب به بالمطل الثاني قلت لهم أنتوا سمعوني شنو أقول وبعدين أنتوا قرروا اللي بيوقف مع الوزير أهلا وسهلا واللي بيوقف وياي هم أهلا وسهلا لكن نواب بعض النواب حدث يقول لك النشطبه والاستجواب كان العدساني أو كان لقدمه صفاء واعتقده لك هذه حالة ما مكننا من لا لا حقا أخر العدساني أذكر قبل لا يقدم الاستجواب قلت لها إذا أنت بتقدم استجواب حق سموه رئيس مجلس الوزراء عن القضية الإسكانية وعن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا أنت حصنت القضايا إذا كان رئيس الحكومة سيساءل عن كل هذه القضايا كل هذه القضايا بعد شبقلنا أنت ما منعت كل النواب مستقبلا أن يستجوبوا هذا من ناحية من ناحية سياسية من ناحية دستورية لا يساءل سموه رئيس مجلس الوزراء عن أعمال تنفيذية وقلت له إذا كنت تريدنا أن نقف معك خلك واضح معنا وتعامل معنا بشفافية خلنا اتفق على كثير من الأمور لكن هو فقط يريد أن ينفذ ما في رأسه وبالتالي عندما يصر شخص ولا يثق بمجموعة قليلة ويخطط معها هذه النتيجة يعني ما حرم من تأذية دورة الرقابة لا لا ما حرم من تأذية دورة وأعتقد أنه عندما يتقدم باستجواب بمحاور تنفيذية فليتوقع النتيجة حكم المحكمة الدستورية واضح لذلك الدكتور الحمود اللي هو رئيس قسم عميد نسيت أنا إبراهيم الحمود البوزيشن مالا قال حكم المحكمة الدستورية معناه أن السياسة أن السياسة الدولة تختلف عن سياسة الحكومة والتي ينبغي أن تكون سياسة الحكومة لا تخالف سياسة الدولة طيب من يضع سياسة الدولة الأمير والمثل الدستورية العليا هي سياسة الدولة وسياسة الحكومة ينبغي أن تنسجم معها وإذا خالفتها يساءل عنها رئيس مجلس الوزراء طيب ما الذي يعني بالسياسة الداخلية سياسة العامة سياسة الحكومة وليس سياسة العامة سياسة العامة سياسة العامة الكيان الصهيوني الغاصب إسرائيل بالكيان بالعدو عندما تقوم الحكومة الكويتية بخطوات نحو إسرائيل وتميع يعني العلاقة معها وتقارب هذا يخالف سياسة الدولة وبالتالي يسائر سمو رئيس مجلس وزراء عن هذه القضية بعض القضايا التي يلتزم بها طبعا الفقه القانوني مختلف حول تعريف السياسة العامة ما هي السياسة العامة بعضهم يقول حتى القضايا رسم القضايا مثل خاصة بالإسكان والصحة تعتبر سياسة عامة ولكن تنفيذها لدى الوزراء بمعنى أن ما يضعه سمو رئيس مجلس الدراء من سياسة عامة خاصة بالصحة والتعليم هذا يعتبر سياسة عامة فهناك شعر بسيط ما بين السياسة العامة وما بين الأعمال التنفيذية للسياسة العامة محمد ما يحدث اليوم في بعض الوزراء كان لك سجال مثلاً خاصة مع الدكتور علي العمير وكلمة البربسة اللي استخدمت وستخدمتها في قضايا هو استخدمها؟ وقال لك انتهيت وانت رديت عليه فيها هو قال زمن البربسة انتهي أنا اعتقدنا زمن البربسة ما انتهي ما انتهي إلى الآن احنا طلبنا مننا في لجنة الحيازات واسمح لي اقولك هذا الكلام سري ما بيقوله ولكن احنا طلبنا مننا الحيازات من 2006 بأسامي الأفراد ما رد علينا اعطانا أسامي الشركات احنا المشكلة الكبرى ما زودكم أسامي الأشخاص؟ في أسامي الأفراد ما زودكم بالحيازات بأسامي الأفراد؟ أنا عندي أسامي الأفراد نعم أنا عندي أسامي الأفراد لكن الأمانة تقتضي بني أنا ما أقدمها أنا أنطر عندي مجموعة من أسامي الأفراد كتاب صحف وكلاء وزراء سياسيين طيب كيف حصلوا؟ وفق للشروط ولا مو وفق للشروط؟ مو هذا السؤال بعضهم يقول حسب ما أنا يوصلني يقول لي الأرض اللي محطوطة باسمه باسم هذا الشخص المهم في البلد شول ما زرعت ويبي بيعها وناطر سنتين طيب أنت تبيعها سنتين وفقا للشروط لازم تزرع ما نسبته 75% بعد ذلك تبيع حق الانتفاع ما يحدث أن تم تقليص المدة من 5 سنوات إلى سنتين ليش؟ ما يقدر يزرعها لأن إذا بيزرعها تقريبا تكلفها 100 ألف دينار عشان يزرع جزء منها ويبي فلوس أو بالنسبة لا يبي فلوس يبي يخليها عنده سنتين وبعد سنتين يقول تفضلوا هذا ورقة مزورة بأنه زرع 75% تفضلوا أنا بعت ويفتك من هالسالفة بالتالي مسألة أن العمير يصرح فيه مدة سنة لتصحيح الوضع ما معناه معناه استمرار البربسة لا أنا أبي كل شخص تورط وأخذ حيازه وهو وفقا غير موافق للشروط يتورط يتورط وينطبق عليه القانون ينطبق عليه القانون أو يروح يحترم نفسه ويروح يزرعه عفوا محمد سير عمل لجنة التحقيق اليوم تقلت عندك أدلة وعندك إثباتات ما تقدمها تنطر الحكومة تقدم الحكومة متعاونة في هذا الشأن ولا لا إلى الآن وهل تعتقد بأنه سيصدر تقرير مفصل عن المخالفات وأسامي المخالفين في هذا التقرير الإجابات التي تأتينا عن طريق الوزير العمير عائمة عائمة ما فيه إجابات واضحة أنت تسأل واحد زائد واحد يساوي شم ما تأتي لك الإجابة تأتي لك محاضر وتأتي لك أوراق يعني كأنك أنت مطلوب منك تشم على راحة إيدك حتى تكتشف الحقيقة ما في أحد يعطيك نصل السكين حتى تذبحه بها فهمت؟ يعني ما فيه واحد قالوا له هل أنت عملت كذا وكذا 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 مما يعد مخالفة للقانون يقول لك إيه أنا عملت وسبع عهده يمكن قد يكونوا بعهده ولو هو الذي تحمل هذا الملف وكانت الهيئة الزراعة غير تابعة له كانت تتوى زر دولة وتابعة وهو الذي طلب نقلها له وبالتالي عليه أن يتحمل تابعة ذلك هو الآن مختار من قبل الشعب يعني يعول عليه كثيرا في عملية الإصلاح ونحن نؤمن بأنه له دور إصلاحي أما مسألة أن تعوم الطريقة بهذه الطريقة ويتم التغاضي ويحاول حماية بعض الأسماء هذا ما لا نقبله أما أن يكون قد المسألة أو يقول يبقى يشيلوا هيئة الزراعة مني أسعين إلى متى ستستمرون أن تفلج نائذات إسبوعين الآن يوم الثلاثة نطلب الموافقة على مدة إسبوعين سنضع التقرير النهائي وسنضع إشارة بأن الوزير العمير لم يزودنا بأسماء الأفراد الذين يملكون حيازات زراعية سواء كانوا يملكونها نعم وفقا للقانون أو غير موافقين للقانون بس بس محمد الآن الآن أنت شخص أنت شخص تبي مزرعه ما تبي مزرعه ما ودك تزرعه ما عندك مشروع أنت فرد فرد مو شركة تروح تتقدم يعطونك ما يعطونك طيب إذا أنت تعطون ما تحطون إعلان تقولون يا مواطنين يا شعب الكويت اللي يبي يتقدم أخذ مزرعه ويزرعها تفضلوا أخي بس محمد إذا الوزير ما زودكم اليوم ما زودنا في التفاصيل اللي أنتوا تابعونها تقريركم بهالحالة راح يطلع دون إدانات فبالتالي شو الحل أكبر إدانة بأننا سنشير إلى أن الوزير العمير امتنع عن تزويدنا بأسماء الأفراد وذا مر مزارع من 2006 إلى اليوم وذا مر هالتقرير بالحالة منات الوزير نجح أنه يتجنب ذكر الأسماء والله إذا الوزير عنده مجموعة من النواب يعني يعتمد عليهم بأن يؤمنون للحماية الكافية هذا أمر آخر هذا عيب من عيوب الديمقراطية أو بالتالي لم تكن هناك إدانة؟ النتيجة لأغلبية أعضاء مجلس الأمة ماذا يقررون؟ أوكي في أيضا أعلن أنه بدكتور عبدالله الطريجي على قضية تورط بعض النواب في قضية العقارات وغيرها ومحمد أنت أيضا كان لك تصريح قلت لا يوجد شيء اسمه تضخم حسابات وهي حالة الجميلة نيابة تشويه لسمعة البعض صحيح طيب ومحمد الآن اللي قاعد يجري في اللجنة بهالحالة والكلام أن أحد النواب السابق النواب تحدث أن كل نائب نائب سعدون حماد أنه قال كل نائب العدد العقارات اللي بسمه فبالتالي كل شخص من 2006 إلى 2012 طيب هذا يندرج في ظل تشويه سمعة البعض ولا لا ما أتمناه لأن وفقا للقانون الحالي يعني ما في شيء من أنك أنت يكون عندك 100 عقار لا ما في شيء أوكي الأفضل أن يذهب إلى هيئة مكافحة الفساد وبالتالي هيئة مكافحة الفساد تبحث في أفضل السبل القانونية المتاحة لها كيف تعالج هذا الموضوع وأعتقد الأمر عند هذا الحد فيه كفاية وفيه ضمان مستقبلا وحتى يعني صدمة كافية للذين تلاعبوا في يوم من الأيام وتضخمت حساباتهم وتضخمت عقاراتهم بهذه الطريقة بس أنت قلت ما في شيء اسم تضخم حساباتهم أنا قاعد أقول وفقا من منظور قانوني أنت قاعد تكلم من منظور قانوني أنا قاعد أقول لك ما في شيء اسم يعني أنت بتحولهم نيابة يطلعون كلهم برائه حتى اللي عنده أمية عقار شو بتقول له؟ بتقول له ليش عندك أمية فيله؟ عايش الهدف من اللجنة بهالحالة محمد؟ تشويه سمعة أو براز أن فيه ناس والله كانت فعلا تحقيق سياسي تحقيق سياسي ضمان النزاهة بالعكس هذه اللجنة هي عون لهيئة مكافحة الفساد إحنا ما نبي نقاوم الفساد بالعكس هذه عون فبالتالي نحيل الملف بأكمله إلى هيئة مكافحة الفساد وتنظر فيه بعد ذلك تبحث عن الصيغة القانونية المناسبة التي ربما تكون مفيدة في معالجة هذا الوضع وربما تعطينا في يوم الأيام توصية بأن نصدر قانون معين بحيث يتم احتواء هذا الشيء لكن أنا بقولك من الآن وفقا للقانون كل اللي تضخمت حساباتهم وكل اللي تضخمت عقاراتهم واللي دش المجلس ما عنده إلا بيت واحد وصار عنده 150 بيت ما في شيء يمنع بالقانون فبالتالي لا إدانة طبعا لا إدانة شاقول لك شاقول لك فيه تهمة أن يصير عندك فوق المئة بيت تم مخالف من أين لك هذا يعني؟ من أين لك هذا؟ بعد هيئة مكافحة الفساد من أين لك هذا؟ والحين هيئة مكافحة الفساد لا تطبق بأثر رجعي لذلك أنا في اللجنة القانونية والتشريعية أصريت أن يكون بأثر رجعي بأثر رجعي لأن لا فائدة ما وفقوا عليه؟ لا ما وفقوا لماذا؟ قالوا أن الأثر رجعي ومنهم نائب شهير ويدعي محاربة الفساد قال لا لا يجمع هذا مدستوري هذا بأي سنة؟ مجلس 2010 2009 2009 منه النائب؟ ما لدعي ما لدعي يقول لا لا منه؟ ما لدعي يقول لا لا محمد مولي لا أدعت أن تقولناها بشيء ما لدعي يقول خلعي عرف منه؟ ما لدعي يقول اسم خلال منه رفض؟ اللجنة سرية أي الجنمعاتها سرية ما لدعي يقول لكن أنا قاعد أقول لك في هذه اللجنة شكال قلت له أنت أحد الذين وقفوا في ساحة الإرادة و الفساد و الفساد و حالتك حالة الآن ما تبي بأثر رجعي قال لا 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 مدستوري قال لا أنا مصر على الأثر الرجعي منه؟ سيدي مو مهم منه المهم الأفكار لا بس أنك عشان أحنا ليش نتحاور نبي نوصل إلى نتيجة شلون نمنع الفساد في دولة الكويت صح؟ صحي الآن منه ولا منه مو مهم المهم كيف نحارب الفساد لو طبق بأثر رجعي أوه يمكن كثير من أعضاء مجلس أمه ما ترشحه بعض الوكلاء الوزرات يقدم استقالته بعض الوزرائيين حاش وهكذا لكن لأنه ما طبق بأثر رجعي وطبق ناقص هذه النتيجة اليوم خاصة قبل محمد أربع خمسة يام كان فيه نوع منه لجوم على الوزر العمير خاصة في وزارة النفط وصدرت مقالات وافتتاح حياته للصحف وأيضا تكلم عن التحالف الوطني على سال رئيس أنه نوع من تدارك الوضع رأيك أنت معهم في هذا التوجه ولا هناك شيء يعني قنقول التيار اللبرالي أنا أضع علامة استفهام كبيرة على مجموعة من النواب هم مقربين من الوزر العمير العمير؟ مقربين يعني هشوفهم وياوه هددوا بالاستجواب هددوا بالاستجواب نتيجة لضغوطهم هددوا هددوا بالاستجواب مع الوزير هددوا هم يصفقون للوزير ويباركون ويمدحون للوزير طيب إذا أنتم شايفين على الوزير أغلاط ومهددين بالاستجواب هل الوزير صار إصلاحي بين عشية وضحاها لأنه فقط يريد استبدال مجلس الإدارة فقط أم أن وراء الأكمة ما وراءها عندك معلومة بس كان متحفظوا قلعب يا سيدي مو مهم المعلومة المهم أن الوزير العمير أراد إقناع مجلس الوزراء بصوابية قراره الآن مجلس الوزراء هل يؤمن بأن قرار الوزير العمير صح فليتحملوا النتيجة على مستقبل بلد ينبغي أن لا نغامر به بهذه الطريقة لكن أنت قلت قبل شوي أن مشكلتنا أن بعض النواب يدافع عن الوزراء وهذه من عيوب الديمقراطية هل هذا متكرر مع حالة أبو عاصم أن هناك نواب قادرين أو عنده نواب يدافعون عنه وبالتالي سينجوا من أي مسائلة سياسية وسيكون محصن منها قد لا يمكن ما توصلها قابل الوزير العمير وسئله هذا السؤال لكن أنا قاعد أشخص لك رؤية المتوابعة أنا أعتقد بأنه استخدم بعضا من النواب كغطاء للتأكيد على أن قراره ينبغي أن يمضي به إلى النهاية من تغيير المجلس النواب لا شمشون مع الوزير بهذه الحالة كل نائب يوقف مع الوزير بهذه الحالة وطالب الوزير بهذه الحالة ممكن توجهه للسؤال ممكن يكون تقرير هذا تقرير أرصد النواب شوف أنا أعلامي أرصد النواب اللي صفقه الوزير وأيده سألوا سألوا كل نائب ليش خليقوا خليقوا الرأي في تبريرها سهل تبريرها سهل خلاص سهل تجديد دماء ولا غيرها ولا الوزير يبي يصلح ويغير ممكن يريد أن أرد هذا يا سيدي في رأي ثاني عندك إذا أرادت الحكومة تجديد الدماء فعليها أن تجدد الدماء في كل المجالات مسألة أنه وكيل وزارة أربعين سنة وبعض الذين يريدونهم في بعض الأماكن يحيلون منها هنا ويدخلون منها هنا بعضهم أعضاء مجلس إدارات عدد من الشركات الحكومية ليس معقول هذا الكلام تجديد الدماء حيلة لا تنطلي على أبناء الشعب تجديد الدماء يكون في مختلف الإدارات وبشكل ملحوظ للشعب أما مسألة اختيار مكان حساس بهذه الطريقة وضربه ومحاولة تجديد الدماء من خلاله أمر يكاد لا يصدقا محمد في قضية قضية البدون في مجال السابقة كانت المطالبات بهذه القضية وحالا كانت يبدو بصوت أعلى من المجلس الحالي أنت أثرت موضوع قضية تبعية الجهاز المركزي ورد عليك الوزير محمد العبدالله اعتذر عن الإجابة وشنو سبب الاعتذار عن الإجابة وليش ما يبون أنا مو هذا اللي قاهرني رح تقول لي شي اللي قاهرك بمحمد واسبعد هذا الفاصل أعود لكم من جديد مشاهدين الكرام بمحمد سألت قبل الفاصل عن عداء أو اعتذار وزير الدولة لشؤون مجلس الصدراء الشيخ محمد العبدالله عن الرد على سؤالك في تبعية لجنة المركزية للبدون في تتبع أي وزير بالضبط وقلت في شي قاهرني شنو اللي قاهرك محمد متى الصدر المرسوم بقانون بشأن الجهاز الجهاز المركزي للبدون في ظل مجلس 2009 عدل خمس سنوات كنتم منه كان فيه منه كان فيه أسماء ما يسمى بالمعارضة اللي يقولون إلا الدستور واللي يسمون الرمز الوطني والخبير الدستوري كيف عدت عليكم أنه لا يجوز أن يكون هناك جهاز يقوم بأعمال دون أن يكون له وزير مسؤول أي جهاز لصيغة تنفيذية يجب أن يكون له وزير مسؤول وينكم وين الفطاح للخاء يعني الذين يدعون وصلا بالدستور وينهم ليش اسمتوك ديك الفترة لما يينه وأنا أعتقد بعد مراقبتي لجهاز المركزي لخمس سنوات بأنه ما قام بدور حقيقي الدور حقيقي اللي قامت فيه الصحة بإصدار شهادات الميلاد التربية دوره ما مو دور واضح ينسب أدوار الآخرين ونجاح الآخرين لنفسه صرفناها الكثر بطاقة صرفناها الكثر شهادات الميلاد حتى مساعدات الزكاة يذكرها وين دورك في حل أنا شفت المرسوم بقانون أنت عشان تحل هذه المشكلة أنت ما حلت هذه المشكلة طيب الآن نبي نحاسب الوزير لما تسأل وزير الداخلية مثل الأخ محمد طنس أسأل وزير الداخلية أنا قلت أترحب وزير الداخلية مو مسؤول مو هذا المسؤول وين المسؤول إحنا محنا عارفين وين المسؤول لأنه عند مصادر المرسوم كان يجب أن يقال الوزير المختص هو كذا وكذا ليش الآن وين شكالي الخلل في القانون هناك تعمد تعمد كتابة هذا القانون المرسوم بقانون كان يهدف كان ذكي يهدف إلى تمييع قضية البدون ومسألة البدون بحيث لا يسأل عنها أحد لما يسأل وزير الداخل يقول وزير الداخل يعني شعندي ما عندي الشغل جهاز البدون الآن شالحال مركزي مو عندي أنا متابع لي يسأل وزير الدفاع يقول مو عندي أنا رئيس مجلس الإدارة فيه بس متابع لي مو عندي وزير المسؤول شالحال بمحمد الآن الآن مضى الذي مضى إذا هناك نية للحكومة لتجديد الجهاز المركزي عبر مشروع قانون أو مرسوم بقانون فترة الصيف ما بين الأدوار للعقاد فليشر إلى الوزير المسؤول حتى يستطع النواب أن يحاسبوا الوزير المسؤول تكلمت بمحمد في أحد الجلسات وكان الحديث على تطبيق قانون الوحدة الوطنية وقلت ما تطبق إلا في حالة وحدة هذا سؤال برلماني مو مني أنا مو عني اللي قايل سؤال برلماني موجه إلى وزير العدل ولش أثرته؟ كان في بند الأسئلة وأنا مطلوب مني أن هذا سؤالي اخترت سؤالي وسألته ووزير العدل ما كان موجود وتكلمت حق مشروع لي يعني شنو أثرته؟ ما أثرته هذا بند الأسئلة ويا دوري بالسؤال وكان السؤال مطروح على جد والأعمال شو المشكلة يعني؟ ليش قاعد ثيرة؟ كان قاعد قولنا الدولة وتقول لما تكلمت في الجلسة لا 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 كان قاعد قولنا ما في الدولة ما قاعد قوم بدورها في قضية متابعة ما يمس الوحدة الوطنية هل هذا صحيح؟ شوف تدري شنو مشكلتنا؟ مشكلتنا أن من هو طائفي حقيقي ويريد إقصاء الآخر هو الذي يرميك بالداء وينسل الطائفي الحقيقي هو من يتهمك بالطائفية ليش؟ يبيك تضرب على وجهك وتدر له الخد الآخر أما إذا قلت آي حتى آي مجرد آي ما يبيك تعبر عن ألمك لا يريدك أن تكون مواطن من الدرجة الأولى يا أخي الكويتيين بحكم الدستور على حد سواء ما في تمييز بينهم أنت على أي أساس تتمييز أنت على أي أساس تخون أنت على أي أساس تضرب طائفة بأكملها وبالتالي لما تدافع عن طائفة يقال أنك طائفي في يوم الأيام لما خف الضرب الطائفي شفنا نتكلم عن طائفتنا شفنا نثير أمور خاصة بطائفتنا أبدا لا تطالب مني لما أضرب على وجهي أحاول رد اللطمة وتقول طائفي لما أرد تقول طائفي هذه مشكلتنا في الكويت بس لش أنت تحاول ترد وين دور الحكومة بالحالة؟ أخي الكريم هذا ما أنوه عندما قدمت هذا السؤال قلت لما نقول حق الحكومة هناك من يخالف قانون الوحدة الوطنية تدري الحكومة ما ترد علينا؟ رفعوا قضية ما يصير القانون هذا مخاطب في الحكومة القانون الذي صدر مخاطب في الحكومة بصفتها سلطة تنفيذية هي من تقوم بتنفيذ القانون من تلقاء نفسها أنا ما أتكلم واحد أهان فيصل دويسان بشكل شخصي إهني أنا روح أرفع قضية أنت تهيني أو أنا هينك روح أرفع قضية أهنتك لما أنا هين طائفة بأكملها لا الحكومة تدخل لما واحد يهين مثلا المسيحيين في الكويت الحكومة تدخل لماذا الحكومة تدخل هين؟ أنا لما سألت هذا السؤال حتى أعرف حتى أعرف بالتالي أنا أعتقد أن الأرقام التي قدمت هي قليلة تجاه الكم الكبير من السم الزعاف والضرب الطائفي في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف بس محمد في بعض يتهمك أنت يقولك أنت أيضا قاعدت تتكلم في أهل الطائفي وأنت أيضا تهاجم متهاجمت بالله عليك يا علي متهواجم أكو أقلية تهاجم أكثرية في مجتمع ما صارت بالعالم كله الأقليات لا تهاجم الأقليات تدافع الأقليات تحاول أن توطئ لنفسها موضع قدم تبحث عن المساواة أنت شفت أقلية ما تبحث عن المساواة شفت أقلية غير مسالمة ما يصير تكلمت محمد في تصريح لك وقلت كل التيارات والتجمعات المعارضة في العالم تسعى لإستقطاب جميع طياف المجتمع إليها إلا ما يسمى بالمعارضة بالكويت فهي الوحيدة التي تواجم طيفا واسعا وكبيرا من المجتمع الكويتي وذكرت بعض الأوصاف التي كانت موجودة لماذا كنت قاعد تقول هذا التصريح هذا؟ صدق أنا ودي أكون معارضة أنا قاعد أشوف خلل كبير في الحكومة ودي أكون معارضة بس المعارضة المطوحة بالساحة سواء من مجلس 2009 إلى اليوم معارضة إقصائية إقصائية لا تريد إقصائية مراضين تنفتحون عليهم يا أخي ما معنى الوحدة الوطنية أنا سألك أنت لو وجهت هذا السؤال لكل ضيوفك ما معنى الوحدة الوطنية؟ سيحتارون تدري شنو وحدة الوطنية؟ خلنا قاعد بدوانية نلعب كوت ونبحك ونسولف شيعة وسنة ومسيحيين ها؟ وهذه الوحدة الوطنية لا مو هذه الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية مفهوم سياسية سيدي قام العديد من الفلسفة والفقهاء والمفكرون الأوروبيون بتعريفه محوره هو التنازل عن بعض المكتسبات لصالح مكتسب كبير وحدة مع جميع طياف المجتمع ووطنية منسوبة للوطن بحيث لا أعين شخص في المراكز القيادية أو أنتخب شخص في هذا المركز لسبب طائفي فبالتالي أختاره على أساس وطني على أساس برنامجا وطني أوكي لكن للأسف الوحدة الوطنية في دولنا العربية مفهومة مختلفة أنتو يشي عندكم مناسبة عندكم عشرة محرم إيه إحنا إن شاء الله راح نساعدكم راح نبعث لكم عدد من الخرفان وبعض المساعدات وراح نزوركم مجاملة هذه الوحدة الوطنية لا مو هذه الوحدة الوطنية إنتو والله السن عندكم مناسبة معينة إحنا نزوركم ونقعد وياكم وهذه وحدة وطنية إنتو المسيحيين عندكم وحدة وطنية يتعالوا معانا وحدة وطنية ومشها ما تشوفها شيء زين هذا هذا اسمه تضامن اجتماعي فرق ما بين التضامن الاجتماعي والوحدة الوطنية شو المطلوب إذا التضامن الاجتماعي مصطلح اجتماعي شو المطلوب إذا بمعنى نحن كلنا نكون على قلب واحد أما الوحدة الوطنية فهو مفهوم سياسي بمعنى أن لا نفكر في طوائفنا نفكر في الكويت جميعا مثل ما يحدث في أوروبا يا سيدي أنا ذهبت إلى البرلمان الكندي رأيت في الحكومة اثنين من الطائفة من الديانة السيخية وواحد من الديانة السيخية بالمعارضة هل تعتقد في كندا كم كبير من السيخ بحيث ينتخب هؤلاء لا هؤلاء يتم انتخابهم ليس على أساس العمامة التي يرتدونها لا على الأفكار التي يطرحونها هذه هي الوحدة الوطنية أن نفكر في برنامج يخدم المجتمع بأكمله انت اشتبي انت اشتبي مو تبي تحسين مستوى المعيشة مو تبي راتب زين مو تبي تضمن بيت وسكن هذه المتطلبات الشعب ليش تشغلوننا بقضايا طائفية ياخي ليش انت تهاجمني علشان انت تشغلني ودافع عن طائفتي اسمعني يا علي اسمعني يا علي اسمعني يا علي للأسف الوحدة الوطنية تضرب بالمدارس انا ولدي ولدي بالابتدائي ياه الى طفل يقول لا انت تدشون النار شنحة شي هذا قلت له بابا وانتش قلت له يقول انا بابا قلت له لا هذا مو صحيح احنا مدام نقول لا اله لالله محمد رسول الله كلنا ندش الجنة قلت له عفارن هذا هو المطلوب يا سيدي لا نريد ان نكون طائفيين وانا بالذات انا بالذات سمعها مني ما بيكون طائفي تدري ليش اه انا ولد دويسان تعرفها العائلة الكريمة عائلة سنية احرص على اسمحي احرص على كل الموجودين انه ما يزعلهم شيء ما بشيء يمس السنة ولا بشيء يمس الشيعة ليش تفرضون علينا هالحرب طيب لصالح من هذه الحرب اوكي الوزير التربية تحدث على تعديل المناهج وبعض النواب من قصة الإسلامية بشكل فني اهلا وسهلا اثار اثار بعض الردود فان هذه سوف تتم تغيير المناهج بشكل نبعد السياسة عن تغيير المناهج بشكل فني من حق الوزير روح بشكل فني لكن بشكل انت عارف شكل لا تسيس المناهج المناهج سيست لي يعني ما اجرى الوزير انت اليوم نعم 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 وأشد على يده لأن المناهج عندما تجد من شارك في عملية عداد المناهج اسماء لها اتجاه سياسي عفوا لها اتجاه سياسي وديني معين يكفر الآخر بالتالي وين المناهج اللي لما أنا كنت طالب كنت أقرأ الأسامي تدري الأسامي اللي كانت تشارك بالمناهج في الدين بالذات من الأزهر الشريف ومن الجامع الزيتونة في تونس هذه الأسامي اللي كانت تبحث عن الاعتدال تبحث عن الوحدة ما بين المسلمين عندما أنا فتحت عيني كنت أشوف الاحتفال بالمولد النبوي الله يرحمه الشاعر عبدالعزيز العندليب يرتقي منبر أخواننا أهل السنة والجماعة ويقول قصيدة في مدح رسول الله هذه هي تجسيد لمعاني من الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية السياسية التضامن الاجتماعي الحقيقي لكن وين هذا كله؟ ليش تغير؟ تدري ليش تغير؟ لأن من مسك وزارة الأوقاف وناس باتجاه انفراضي يريدون إلغاء الآخر لا تستطيع إلغاء الآخر في أوروبا ليش ما تقول لأوروبا يا سيني نوعا ما أنت عندك نعمل حساسية تخيير في أوروبا فبالتالي تصور كل شيء هو انتقاس من الطرف أقول لك شيء أنا التقيت ببعض الطلبة في الولايات المتحدة أجمل ما فيهم أجمل ما فيهم عاجبهم من المجتمع الأمريكي أنه ما يسئلك عن دينك ولا أفكارك الخاصة ولا شيء يسئلك عن أفكار عامة يحترم خصوصيتك طيب أنت لما تروح أمريكا تستانس لما تيير الكويت تنقلب 180 درجة طيب اللي تعلمت في أمريكا ما تيتعكسها في الكويت ليش؟ شوف عجبتني ما قولت الإمام الصادق عليه السلام ثلاثة لا ينبغي لأحد أن يسأل عنهما ذهبك وذهابك ومذهبك تدري شنو؟ ما سألك عن أمورك الخاصة بالمال سيارتك بشم شريتها بيتك بشم شريتها ما يصير ذهبك ذهابك قالوا الساعة خمس وين راح تكون ما يصير تسألني عندك شيء تبيني بشيء قول لي وين رايح وين راد ما يصير مذهبك يعني دينك في الولايات المتحدة الأمريكية انت لما تهاجر أول شيء علمونك إياه وانت هناك كطالب طالب للهجرة يقول لك ثلاثة لا تسأل عنهم في الولايات المتحدة مو زين لا تسأل عن المال لا تسأل عن الدين لا تسأل وين رايح وين راد هذه حرية شخصية الولايات المتحدة تطبق تعاليم الإمام الصادق زعيم أهل البيت بينما للأسف هنا نتدخل في كل شيء هل عانيت مرة أنت من الدفاع عن مذهبك عانيت ما تفي تجاوب تدري ليش لأن أنت من زغرك من ولادتك وأنت تتعرض للضغوط إيش حق أنتو تشدي وإش حق أنتو تشدي ليش باب السؤال لأن وزارة التربية سقطت سقطت في تربية أبنائنا أحلى شيء كان اسمي أنا فيصل سعود والابتدائي واللي يمي اسمه أحمد جاسم ما عرفت إنه ولد الصفار إلا بعدين لما كبرت وهو ما عرفنا أنا ولد دويسان إلا لما كبرنا ياخي شيروا الأسامي الأخيرة شيروا أسامي العائلات والقبائل لا ما انتبري ما انتبري لكن في المدارس ما نبي أحد يعرف هذا شنو مذهبه ولا هذا شنو أصله ولا شنو فصله كلنا ننتمي للكوت انت في فترات سابقة خاصة كانت تتمنى دائمًا اقتراح حقوق الإنسان واعتقد ذهبت إلى جنيف وحاولت تطبق مركز لحقوق الإنسان وهذا شيء يعني كان البعض يرى أن نعم إحنا بحاجة إلى تطبيق هذا المفهوم ويرتقي بالمجتمع يعني صارت في الفترة الأخيرة اللي هي قضية دكتور ولي طبطبائي على فكرة أنا شايف على الشاشة كاتبين الولايات المتحدة تطبق تعاليم الإمام الصادق بس حتى لا يسخر أحد يعني انتو كتبتوها تطبق تعاليم الإمام الصادق في مسألة الخصوصية في مسألة الخصوصية حتى لا يسخر الساخرون حتى لا يسخر الساخرون وما أكثرهم لأن الفاضي دائمًا هو يسخر المليان عمرو ما يسخر لما صارت ما تعرض لها دكتور ولي طبطبائي نتيجة لتغريدة في توتر وأنت صرحت وقلت يعني الداخلية أعادت صرحت صرحت أعادت الهيبة وعصفة الهيبة سميتها أعادت الهيبة ليش صرحت لها التصريح البعض رأى أن هذا نوع من الانتقاص في حقوق الإنسان اللي أنت كنت تطلب فيها قبل بسم الله الرحمن الرحيم أولاً أنا أعتب على تلفزيون الوطن الذي خصصته بتصريح حول مطالبتي لوزارة الداخلية بالتحقيق بالتحقيق معه النائب السابق دون أن أذكر اسمه نائب أسبق وقلت بأنه أشاع أخباراً كاذبة ومسة بولاية مقام ولاية العهد وتم هذا التقرير عندكم لم تنشرونه بعد ما تم القبض عليه نشرته شنو صار كأني أنا أشمت فيه لا أبداً مو صحيح أنا طالبت بتطبيق القانون وهناك فرق ما بين أن تطالب بتطبيق القانون على شخص يمس في الحقيقة مقام حضرت صاحب السمو الأمير حضرت صاحب السمو الأمير زين ومقام ولاية العهد ويشيء أخباراً كاذبة أنا ما أتكلم عن إيران أنا أتكلم عن أي دولة يشير لها هذا النائب الأسبق هذا واحد إعادة الهيبة نعم أنا أريد للقانون أن يكون له هيبة دولة بلا تطبيق قانون أنت ليش بعض الدول تخاف تخال تكسر الإشارة الضوئية أليس لي هيبة القانون فيها ليش بعض الدول ما ترمي علبة مشروبات غازية فيها أليس لاعتبار القانون ليش دولة ما تخطر في الطابور وتتجاوز الموجودين في الطابور أليس لي هيبة القانون كلما كان للقانون هيبة كلما الناس مش هتسيدة أنا أطالب أن يكون هيبة للقانون لكن هذه مطالبة تيبقى كل كل رمز أهل الكويت كل رمز أهل الكويت البعض يراها تعسف في تطبيق القانون أنا ما تكلم أي حرية حد من حرية ما يحدث اليوم هو انتقاس الحريات أنت تقول انتقاس الحريات أو تطبيق القانون أي حرية أي حرية حرية الرأي سيدي الفاضل أنا مع حرية الرأي لكن حرية الرأي المكفولة دستورا هي مقيدة بصريح القانون القانون يشترط ألا تذي أخبارا كاذبة هذا واحد أنت حسب التغريدة نشر أخبار كاذبة هذا واحد أثنين عليك أن لا تمس بمقام سمو الأمير لأن سمو الأمير هو من يختار ولي العهد وإذا سمو الأمير تعتقد أنه سيستجيب لضغوط لتغيير ولي العهد هذا مس بمقام سمو الأمير وأيضا مس بولاية العهد فبالتالي قل ما شئت ما شئت عبر عن عبر عن رأيك عبر عن رأيك كما تشيء إحنا في تويتر مو الناس تقعد غلط علينا وتشتمنا وهذا عمرك شفت يوم الأيام فيصل ويسان رافع قضية على واحد سبه ترى الناس تشتمني في يوم الأيام واحد محامي قال لي ترى أنا أقدر أوقف هذين عند حدهم قلت له خلي قولون اللي يقولون قال مو تعبير عن الرأي قلت ليش مو تعبير عن الرأي قال لأن بعضهم يتجاوز إلى السب قلت يا ابوه خليك أترون حسناتي ها يزاهم الله خير وإذا أنا عندي سيئات تنقط على ظهورهم لن أقاضي أحدا لو شتمني مني ليوم الدين وأقول لكل من يشتم إنما أنت بعوضة تعض في التماثيل وذبابة تطن في أذن فيل بيني هذا واحد اثنين عبر عن رأيك باحترام ترى في الولايات المتحدة وهي يعني منبع الديمقراطيات أو فرنسا حرية التعبير ليست على إطلاقها مو معقول تقول حق واحد عن واحد حرامي بدون ما تثبت مو معقول تقول حق واحد إنه مرتشي بدون ما تثبت مو تقول حق واحد فاسد بدون ما تثبت لا هذا القانون في الولايات المتحدة يطولك أما أن تكتب رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وتقول حرية الرأي ممنوعة في الكويت مو صحيح مو صحيح إذا كنت تعرف صحيح القانون فالتزم بالقانون خليك ذكي خليك ذكي خليك ذكي بعض من يعني إحنا كسياسيين عندما نخشى من بعض الأمور ملاحقات من التوافى الأمور يعني بعض القضايا التي ترفع علينا ما نذكر اسم من تذكر اسم شخص يرفع عليك خضية وتطلع منها براية بس عوال راس ما نذكر اسمه لكن أهل الكويت كل ما يعرفونه بالتالي أنت عليك أن تعبر عن رأيك كما تريد وإذا كان هناك ثغرات قانونية فاستغلها إذا أنت محامي مو أقادر تستغل الثغرات القانونية أنت محامي غير ناجح محمد آخر في الفترة أعتقد قبل أسبوعين صارت مشكلة معك في نخلاف مو معي لا معك لا مو معي لما قدمت قدمت وانتقدت أعتقد اللجنة التعليمية في قضية الإعلام مو معي مع القانون مع القانون بس اللجنة تجاهل التعديل قانون اللائحة الداخلية المادة مئة ينص على أن أقدم المقترحات بقوانين هي الأصل وما عداه هو تعديل أوكي فبالتالي عندما اللجنة تروح تترك قانونك اللي أنت مقدمه من 2013 تروحك قانون مقدم في آخر سنة 2014 وتقدمه وتخليه وتقدمه بتقرير هذا مخالف بالتالي طالبت برسالة رئيس مجلس الأمة والمجلس الأمة إعادة التقرير مرة ثانية حتى يعتبر قانوني هو الأصل الذي قدمته أوكي قانون المرئي والمسموع الإعلام الإلكتروني وأنت خاصة الإعلامي وما أعرف محمد شن دورك أنت اليوم في لما يقدم مثل هذه القوانين التي تتعلق بالشق الإعلامي وقد توضع هذه القوانين بيد شخص ما عنده خبرة في الإعلام فبالتالي قد ينتج قانون يكون سيء تطبيق خاصة في الإعلام ومتدد الإعلام مرتبط أيضا بحرية الرأي قانون الإعلام الإلكتروني بشكلة بالمسودة لطرحت موافق عليه؟ أنا أطمئن الجميع أي مقترح بقانون أي مشروع بقانون يقدم فهو قابل للنخاش وقابل للأخذ والرد وقابل للتعديل اللجنة يحق لها أن تعدل أعضاء مجلس الأمة يحق لهم أن يعدل وبعض المرات الحكومة تقول إحنا نقدم مرئياتنا هذه رؤيتنا أنتوا إذا عندكم تعديل لا بأس في ذلك وأنا كذلك عندما أقدم مقترح بقانون أتوقع من زملالي أن يعدلون عليه لا أن يفقد قيمته يعني أنا أقدم اقتراح بقانون بس ما يفقد قيمته الأصلية يعني الهدف التشريعي منه أن لا يذهب أن يقوم هناك أحد بتغيير تغيير بسيط لا يخل بالهدف من القانون فأهلا ومرحبا بذلك فباعتقادي أن أي مسودة قانون أو أي مشروع بقانون تقدم الحكومة لا خوف لا ضير من وراءه سنقوم بالتعديل عليه هو المشكلة مثل قانون الإعلام الإلكتروني الحالي مثل مادة أربعة المادة تقول لك يسري هذا القانون على المواقع الإعلامية الإلكترونية التالية محددها في القانون لكن أولا في التعريفات لما يقع على الموقع الإعلام الإلكتروني تعريفة يقول لك الصفحة أو الرابط أو الموقع أو التطبيق الإلكتروني الذي يكون طبيعة نشاطها الرئيسي هو الإعلام الإلكتروني والنشر الإلكتروني المرتبط به في الحالة أنت قاعد تتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي أي واحد عنده صفحة في الانترنت أو في اليوتيوب راح يكون مشمول في الحالة محمد هناك تخوف على حرية الرأي وأن أي مواطن ما راح يستطيع أن يعبر على رأيه بشكل مريح تعتقد أن خسرة الحكومة اليوم أيضا حكومة تريد أن تنظم وتريد أن تحد مثلا حرية الرأي هذا يساعد أيضا لحكومات الماضية ما في تخوف على حرية الرأي أنا مع حرية الرأي بشكل مطلق وضد حرية السباب والفوضى والاتهام شكل واضح ما في دولة بالعالم تسمح لك بالسب ما في دولة بالعالم تسمح لك بأن تشهر بالناس دون أدلة أي شخص يقول عنك حرامي علي أن يقدم الدليل علي أن يقدم الدليل فبالتالي هذا أنا ضده هذا من حيث المبدأ أنا أطمئن الجميع سوف يكون أعضاء مجلس الأمة دوي بصيرة ورؤية ثاقبة ومستعدين لإطالة أمد النقاش حتى نتوصل إلى نتيجة يرتضيها الجميع بس مو شخص فاسد إلكترونياً يضرب في أعراض الناس وفي سمعة الناس يطالبني بحرية التعبير لا هذا أشك فيه هذا أشك فيه هذا مو صاحب مصلحة هذا صاحب فوضى يريد الفوضى وجد في الفوضى نجومية هناك أناس أصبحوا نجوماً بسبب الفوضى الدائرة في مواقع التواصل الاجتماعي هذا محمد إذا كان شخص مجهول يعني الأشخاص اللي موجودين في توتر أنا سبيل المثال لتوتر هم أشخاص بعضهم مجهولين ما تعرف منه بعض الأشخاص معروفين اللي هو معروف اليوم قاعد يجرجر في المقاضر أو المحاكمة لا يا سيدي أنا ممكن أكون معروف ومو موجود في الكويت موجود في البرازيل شون تضبطها بالحالة؟ بالبرازيل اسمي موجود وصورتي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي وقاعد أشتم فيكم ليل نهار ما قدر أسوي لك شيء بالتالي العملية يجب أن تضبط يجب أن تضبط هناك معايير دولية خاصة في الإعلام الإلكتروني هل قرأناها؟ ما قرأناها للأسف إحنا اجتماعاتنا الخاصة بنا ونظرتنا هناك معايير دولية خاصة بحرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي موجودة تابعة لجهات دولية تابعة للأمم المتحدة لم نطلع عليها موجودة وين؟ بموقع الأمم المتحدة هل كلف أحد نفسه عناء البحث؟ أبدا أعتقد حتى المختصين في هذا الشأن إلا الله هم المحامين ربما بحثوا بذلك أنا شخصيا بحث عن المعايير الدولية بهذا الشأن سوف أضع مرئياتي بهدوء ضمن لجنة تعليمية عندما تدعو إلى اجتماع للنظر بهذه القوانين ما تشوف أن اليوم أنت يجب أن تكون عضو فيها فاعل فيها ما تقدر تسوط والله ودي علي بس ما حد يعطيني صوت ليش؟ ما يعطوني صوت هم نسقوا يهم؟ على بالك الدائرة الأولى اللجنة تعليمية هذه أوكي أعضاء مجلس الأمم يرون أني أنا غير كفو إعلاميا اللي أنا أكون في اللجنة تعليمية هم يرون هذه النتيجة التصوير زملائك يعني زملائي عندما لا يصوتون لي يعتقدون بأني غير كفو رأوا هناك أن هناك من هو أكفأ مني كل حكومة ما صوتت لك يا سيدي علي باختصار زملائي سواء عضاء الحكومة أو عضاء مجلس الأمم عندما لا يصوتون لي يصوتون لآخرين يرون في الآخرين أكفأ مني ما فيها شيء ليش أزعل ليش أزعل هذه ثقتهم بس عشان للتوضيح يعني كاي تداول نتقل شيله الأسامي الأخيرة واسمها العالات والقبال في المدارس كانت موجودة كانت موجودة في الكويت زمان كانت موجودة اسمي في الكش فيصل سعود صالح ما كان اسمي فيصل دويسان فيصل سعود صالح أنا في أولى ابتدائي كانت هذه أسامينا والمدرس يقرأ أسمانه شذي إذا هذير طرز يديد ما يدرونش السالفة ليسلون آباءهم ما كانوا آباءهم يقال فلان فلاني أو ابن القبيلة فلانية لا ما كنا نحرف أوكي محمد أنا حتى أولى ثانوي عندي زميل اسمه أمبارك بعدين اكتشفت أنه أبن قبيلة ما كنت أدري حتى في أولى ثانوي المدرس ما يقول الأسامي أوكي محمد في المجلس وعلى فكرة هذا مو طعن بالقبائل ولا طعن بالحوائل ولا شيء لكن هذا تشجيع على احترام الأشخاص لذواتهم تحترم الشخص لذاته مو لازم تعرف اسم قبيلته أوكي محمد أنت عجبك في المدارس طلاب مرحلة ابتدائية يسوون قلطة يهتفون لقبيلة ومدرسة وياهم ما يصير أنت ترضى بهالشي وين الوحدة الوطنية وين زرع المفهوم التربية الوطنية هذه التربية الوطنية اللي نبيها أوكي محمد تربية وطنية يشاعرنا هذين والله من المذهب الفلاني وهذين من المذهب الفلاني يبقى ما نبيها أوكي بس محمد بعجالة أنت في المجالس الماضي رأت مرة في السجوب إلى وزير الداخلية وعلى الشركة اللي كنت تتكلم عنها سابقا الآن أنت عندك بعض الانتقادات خاصة فيما يتعلق بالحيازات الزراعية على فكرة طلعت براءة رفعوا علي قضية ورفعوا عليكم قضية أنا طلعت براءة أحنا أدانونا ولا لا نعم أدانونا ولا ما أدانونا والله يمكن تبيلكم تغيير محامي لا عندنا محامينا في قضايا الحريات وقضايا علامة يمتميز جدا ولكن الله يوفقه لكن بمحمد أخيرا متى بمحمد راح يلجأ إلى الرقابة يقدم مستجواب سيدي الفاضل عندما خاصة أنا قلت عندك انتقادات وعندك لحظات اليوم أنا صاحب تجربة جربت قدمت أكثر مستجواب تدريش مستجواب أنا مقدم من 2009 من مجلس 2009 أربعة أربعة وخمسة ما أذكر أربعة تقريبا فصرت صاحب خبرة في هذا الاستجواب نعم لم أمكن من الصعود لأسباب عديدة يمكن آخر استجواب قدمته استقال الوزير سالم الأذينة استقال قبل أن يحين موعد الاستجواب فبالتالي هذا آخر استجواب قدمته لتجربة سابقة في استجواب وزير الداخلية أعتقد أنه حقق أهدافه واعترفت الحكومة عن طريق وزير أمكن تستجرب دكتور العمير خنشوف الموقف اللي يصدر فيه بعدين أي شخص يريد أن يستجوب يجب أن يلجأ إلى التكتيك يعني أطالع يعني أنا كان في نائب سابق كان يفتر على النواب واحد واحد يشرح لهم وهذا قبل الله يقدم الاستجواب كان مجلس 2009 الله يذكر بالخير كان يفتر علينا واحد واحد يين مكتبنا أنا بقدم كذا 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 وكذا وهذه أدلتي وهذه كذا وهذه يرضيك يا فلان ويرضيك يا فلان بالتالي يخلق وحيانا يزورهم في بيوتهم وذواوينهم يخلق نوع من التعاطف مع استجوابه أنا الآن اكتشفت أنه لعملية الاستجواب لو تقدم من الأدلة ما تقدمه الناس ما تتعاطف معك بهذه الطريقة لهم حساباتهم الخاصة فبالتالي أنا عندما أقدم استجواب أيضا ينبغي أن أكون ذكيا متى يؤثر الاستجواب متى يقف معي زملائي متى يعارضني زملائي هذا كله ينبغي أنا أخذه بالحسبان هل سيتحدث أحد معي مؤيدا أم لا أجد أحد من الإحراج أن لا أجد أحد يؤيد استجوابي هذه مصيبة هذا متوقع في السيناريو الاستجواب القادم دكتور وابد حميد داشتي استضيفه وشوفه سأله أنت راح تتكلم معي يا سيدي أنا الحكم ليس الآن الحكم عندما أسمع المستجوب والمستجوب بعد ذلك وقرر ما هذا اللي طالبونا فيه سمعوا اسمع أشكور لحضورك معنا أبو محمد في هذه الحلقة وإن شاء الله نلتقي في وقت قريب وإن شاء الله نلتقي نتكلم على أعلام إلكتروني ونشوف رؤيتك كذا كانت الحكومة سيتم تعديلها والحكومة سوف تمضي خدما في هذا القانون في بعض المثالب أعتقد وأكيد في بعض المثالب خاصة ما يتعلق بحرية الرأي مشكور لحضورك معنا وراثاني أبو محمد شاهدنا الكرام الجزء الثاني بعد الفاصل